بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم جميعا يا ديكاترا في آخر كورس رسمي في الجنرال باثولوجي اللي هو الكورس اللي هنحكو فيه على أساسيات حدوث السرطانات في جسمنا والكورس هذا يسمى نيو بليجيا and carcinogenesis نيو بليجيا من كلمة نيو اللي فيها يعني جديد وبليجيا التي تعني تكاثر مقصود بكلمة نيو بليجيا تكاثر الخلايا في جسمنا اللي ينتجن في كتل جديدة الكتل هذين نسمو فيه الأورام أو السرطانات الكورس هذا يسمى كذلك carcinogenesis لأنه هنحكو فيه على كيف أنه الكنسر السرطان الخبيث كيف يتكون genesis كيفية تكون أو صناعة السرطانات الخبيثة في جسمنا تمام شوفوا يا دكاترا الجزئية هذه الجزئية هذه يا دكاترا حتلقوني أنا ديرال كان فيها ثلاث شيتات حاليا اللي بيخش في الجنرال المحتويات اللي موجودات في الشيت الأول واللي موجودات في الشيت الثاني عدوا لمصورات مركز ليبيا أو مصورات سليمان قلوا لهم نبوا شيتات النيو بليجيا امتاع العمامي وأسماء الجزوي نبوا شيتات النيو بليجيا عندهم خوضوا الشيت متاع بارت 1 والشيت متاع بارت 2 هذين فيهن معلومات النيو بليجيا اللي بيخشن في امتحان الجنرال في الله نبدو بيهن أول وحدات طبعا يحب ذا انكم انتوا تتبعوا مايا في المواضيع أو النقاط اللي حنشرحوهن نقطة بنقطة أول حاجة نبي نحكو على الصفات المشتركة ما بين كل الأورام ونبي نحكو على أنواع الجروف اللي يصيرا في جسمنا ونبي نحكو على التركيبة كهيستولوجي اللي موجودة لدى أي ورم أو أي نسيج آخر في جسمنا شنو الخصائص المشتركة ما بين كل الأورام الورام يد كاترة عبارة عن كتلة من الخلايا تنمو بشكل متواصل وما توقفش عن النمو بكل النمو امتاحا غير طبيعي باثولوجيكال السرطانات يكبرن إلى مالة نهاية ما فيش حد يوقفن عن التكاثر امتاحا السرطانات والأورام عبارة عن كتلة حية يستهلكن في غذاء بشي قعدا حيات يستهلكن في الغذاء امتاعنا نحنا اللي كان المفترض خلايانا الطبيعية يستهلكن لذلك السرطانات والأورام يعتبرن طفيليات يضرن فينا ويستهلكن في وكالنا السرطانات ما نقدرش نتحكم فيهن ونخلوهن يوقفن عن التكاثر لأنهن يتحكمن في نفسهن بنفسهن سلف كونترول صير لهم محد يقدر يتحكم فيهن السرطانات ما ينسقنش مواضيحن مع النسيج المحيط بهن ما فيش أي تنصيق ما فيش أي كواردينيشن ما بينهن وما بين النسيج المحيط بهن يعني لما سرطان يقعد يكبر وحواليه أعضاء حساسة هيكبر ويكبر ويكبر ويضغط على الأعضاء الحساسة هذين ويخربهن ولا يبالي لأنه ما فيش أي تنصيق ما بينه وما بين الأنسيجة الطبيعية المحيطة به هنقوله بعدين أن السرطانات عندهم درجات مختلفة خاصة السرطانات الخبيثة هنحكوا على موضوع الدرجات هذا بعدين تعالوا شوفوا معايا هنا هنحكوا في آخر نقطتين في الشيط هذا على الديفرانشييشن متع السرطانات وحنحكوا فيه موضوع لغريدينغ اللي فتة أنا توه تمام وحنحكوا على الاستيجينغ حتفهموا معناها في نهاية المحاضرة إن شاء الله المهم إن السرطان الخبيث مرة تكون بدرجة معينة عند إنسان بدرجة أخرى متقدمة عند إنسان آخر تونفسروا لكم معنى الكلام هذا بعدين والأورام بصفة عامة يا دكاترة في منهن أورام حميدة غير خطيرة وأورام خبيثة خطيرة أكيد هذن كلهن معلومات عارفينهن نعدوا للصفحة اللي بعدها نحكوا توه على عنوانين تركيبة الاسترومة والبارينكايمة وأنواع الغرث في جسمنا شوفي يا دكاترة التكاثر جو خلايا جسمنا أو النمو الغرث اللي يصير في جسمنا فيه له تلاتة أنواع فيه normal growth وفيه كذلك reparative growth وفيه growth اسمه نيوبلاستيك growth النمو الطبيعي اللي يصير في الأطفال علشان يكبروا وأجزادهم وأجسامهم تكبر وتنضج هذا normal growth تمام لما أي تيشو تصير فيه إصابة ويموت جزء منه وبعدها ينمو ويتجدد هذا الreperative growth هذا growth قاعد يصير علشان الربير علشان إصلاح الأنسجة التالفة تمام والgrowth لما يكون abnormal لما أي نسيش في جسمنا يبدأ ينمو ويتكاثر بطريقة غير طبيعية غير متحكم فيها هذا اللي يسمو فيه نيوبلاستيك growth فالنيوبلاستيك growth هو نمو الأنسجة الذي يؤدي إلى تكون الأورام أو السرطانات التكاثر اللي يؤدي إلى تكون الأورام أو السرطانات تكاثر يصير بدون أي سبب يعني السرطان لما يتكون ما يتكونش علشان يؤدي وظيفة معينة السرطان كتلة غير طبيعية تكونت لأن التكاثر في نسيج من أنسجة جسمنا معاش قدرنا نتحكمه فيه فبدأ النسيش هذا يتكاثر 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 بلا مغزة يتكاثر وخلاص هذا هو النيوبلاستيكي جروث بيربسلس بيربسلس يعني بلا مغزة ما فيش منه اي سبب تمام التكاثر النيوبلاستيك هذا اللي يؤدي الى تكون السرطانات غير محدود ما يوقفش بكل ويؤدي الى تكون كتلة ورمية حية تستهلك في وكالنا والضر فينا كأنها براسايت كأنها طفيل في جسمنا تمام والكتلة التي تنمو من هذا النيوبلاستيكي جروث مش هيكون فيه اي تنصيق بينها وما بين انسيجتنا اللي يحيطا بالكتلة الورمية هذه مرات تقعد تضغط عليهم وتدمرهم ولا تبالي تمام فالنيوبلاستيكي جروث هو التكاثر الغير طبيعي اللي يؤدي الى تكون الاورام ما فيش منه اي فايدة غير محدود ما يوقفش بكل يؤدي الى استهلاك كالنا عن طريق الاورام هذلنا اللي قاعدات ينمن ويذرا فينا كأنها براسايت وهكذا تمام شوفوا يا ديكاترا في موضوع مر علينا من زمان في كورس الريبير ان اي نسيج طبيعي في جسمنا يتكون من خلايا اساسية كيف الخلايا الصفر اهناها اللي يرسمهم اناتوى والخلايا الاساسية هذلنا في شبكة من الالياف والاوعية الدموية تحيط بيهن وتدعم فيهن وتجيب لهم في التغذية تمام في اي نسيج الخلايا الرئيسية هذلنا في النسيج يسمو فيهن مع بعضهم البارينكاي ما امتاع النسيج تمام وشبكة الالياف اللي تحيط بالخلايا هذلنا من برا وتدعم فيهن من برا وتجيب لهم في البلد صبلاي شبكة الالياف الداعمة للخلايا هذلنا تسمى الاسترومة تمام كذلك اي ورم يا ديكاترا لما نشوفوه تحت المايكروسكوب حنلقو فيه خلاياها الرئيسية البارينكاي ما وشبكة الدعامة وشبكة الاوعية الدموية والالياف اللي تحيط بالخلايا هذلنا نسمو فيها الاسترومة فحتى الأورام عندهم برينكايمة وعندهم الاسترومة اللي نبيكم تعرفوه انه اللي يتكاثر بشكل طبيعي وسريع جدا وغير متحكم فيه علشان يكون الاورام هو البرينكايمة اما الاسترومة ما تتكاثرش بمعدل سريع لما اي خلايا يتكاثر بسرعة ويديرا النيوبلاستيك جروث ويكونا كتلة ورمية تلقائي الاسترومة بعدها حتتكون حواليهن فالاسترومة في اي كانسر ما هيش الجزء السرطاني الحقيقي بل البرينكايمة هي الجزء السرطاني الحقيقي في اي سرطان هذه المعلومة اللي نبيكم تعرفوها ان الجزء الحقيقي اللي يتكاثر بسرعة في اي سرطان هو البرينكايمة متاعه اما الاسترومة تحصيل حاصل متى ما يكون فيه خلايا رئيسية مثلا البرينكايمة تحصيل حاصل حيتكون حواليهن استرومة تمام والاسترومة متاع اي كانسر مش بس خلايا الكنسر نفسه هن اللي حيكونن السترومة هذه بل حتى خلايا جسمنا الانفلاماتوري حيساهما في تكوين السترومة اللي حتدعم الخلايا الرئيسية في أي كانسر هذه بس معلومة بكم تعرفوها على موضوع السترومة والبرينكايمة فالسرطانات بس ما هيش معلومة مهمرة تمام فنحن توى حكينا على الجنرال كاركترز حكينا على أنواع وحكينا التركيب الهيستولوجي لأي ورم ولأي نسيش في جسمنا من ناحية البرينكايمة والسترومة تعالوا توى ناخذوا موضوع مهم جدا واللي هو تسمية الأورام كيف نسمو فيهن الأورام اللي يصيرا في جسم الإنسان شوفوا معي تذكروا من أيام كورس الادابتيشين يا ديكاترا قلت لكم أن أنسيجة جسمنا أربع أنواع طلائية وداعمة وعندكم عضلية وعصبية النيرفس والماسكولر والكونيكتف تيشو والإيبيثيليا تيشو وقلت لكم أن في الباثه إن شاء الله ديما الأنسيجة الطلائية حنعملوه المعاملة برواحا خاصة والأنسيجة البقية كلهن نعملوهن مع بعضهم معاملة خاصة والأنسيجة البقية كلهن نسموهن مزينكايمالتيشو فتوى أول تطبيق عملي للكلام هذا في النيوبليجيا الأورام اللي يطلع من الخلايا الطلائية عندهم قواعد خاصة بيهن في التسمية والأورام اللي يطلع من غير الأنسيجة الطلائية يعني يطلع من المزينكايمالتيشو عندهم قاعدة خاصة بيهن في التسمية حنقولوها برواحا تمام شوفوا معي يا دكاترا سواف الأنسجة الطلائية أو الأنسجة المزنكايمة الأورام الحميدة عندهم قاعدة خاصة بالتسمية والأورام الخبيثة عندهم برضو قاعدة خاصة بيهم في التسمية وشوفوا بعدين حنقولوا إن شاء الله كان سخر الله حتفهموها بعدين في نهاية الكورس إن السرطانة الخبيثة في منهن من مازال يشبه النسيج الأصلي اللي طلع منه في المنظر تحت المايكروسكوب وفيه من السرطانة الخبيثة اللي بدأ يكون منظره تحت المايكروسكوب مختلف عن الخلايا الأصلية للنسيج اللي طلع منه الكانسر هذا تمام؟ لما الكانسر الخبيث يكون ما زال يشبه النسيج الأصلي اللي يطلع منه في الخصائص تحت المايكروسكوب يعني يشبهه نسموه في الورم هذا أما السرطانة الخبيث اللي يكون بدأ يختلف أو يقعد مختلف تماما في المنظر متاعه تحت المايكروسكوب عن النسيج الأصلي اللي يطلع منه يسمى وقتها السرطان الخبيث إنه هو undifferentiated فالسرطانات يا ديكاترا أو الأورام سوى طلائية سوى اللي طلعت من المزين كايم تسميتها تختلف في حالة نحن نحكو على ورم حميد أو نحكو على ورم خبيث وحتى لما نجو نحكو على ورم الخبيث التسمية حتختلف لو نبي نحكو على differentiated أو undifferentiated tumor وخطرها على كلمة tumor وcancer نعطيها الكم من توا كلمة tumor المعنى الدقيقة لها كتلة tumor كلمة لاتينية المعنى الدقيقة لها كتلة ترجمتها كتلة فأي كتلة تقدر إنك تقول عليها tumor لكن كلمة cancer العلماء تحديدا وفي الطب تحديدا كلمة cancer يا ديكاترا ما نستعملوش فيها إلا لوصف السرطان الخبيث الماليقننت نادر ما أنك تلقى أو مستحيل أنك تلقى حد من العلماء يستعمل في كلمة cancer للإشارة إلى ورم حميد عادة كلمة cancer تستعمل للإشارة إلى حاجة خبيثة إلى ورم خبيث تمام لكن كلمة tumor هيك وخلاص تقدر توصف بها ورم حميد أو تقدر توصف بها كتلة خبيثة عادي المهم يا ديكاترا نبدو توا في الأنسجة الطلائية كيف نسموهن الأنسجة الطلائية يا ديكاترا أكثر ما كان الهم في جسمنا أسطح جسمنا يغطي فيه النسيج الطلائي وتجويف جسمنا حيث يبطنهن النسيج الطلائي وكذلك في الغدد الغدد والبيطانة أمتع تجويف جسمنا والغطاء أمتع أسطح جسمنا هذا أكثر ما كان يكون متواجد فيه الأنسجة الطلائية تمام إن أعدوا مثلا توا للجهاز الهضمي الجهاز الهضمي مثلا هذا الإيسوفيغاس الإيسوفيغاس هنلقى أن البيطانة أمتع نسيج طلائي تمام لما النسيج الطلائي المبطن للإيسوفيغاس يطلع مننا ورم حميد الورم الحميد هذا هيكون بارز مثل الإصبع من بيطانة الإيسوفيغاس إلى تجويف الإيسوفيغاس ولما يكون عندي حاجة بارزة كيف الإصبع تسمى الحاجة هذه بابلة بابلة يعني جسم بارز مثل الإصبع أو تقرث مثل الإصبع تمام؟ فيسمى الورم الحميد هذا بناء على أن منظره كيف البابلة كيف الإصبع يسمى بابلة ومعاها الصفكس اللي هي أوما أوما معناها كتلة باب اللومة باب اللومة معناها ورم حميد طالع من أحد الأنسجة المبطنة لأحد تجويف جسمنا أوكي؟ فأي كتلة حميدة تطلع من بيطانة الجي اي تي بيطانة اليوريناري تراكت بيطانة مثلا الرسبيراتري تراكت ممكن أن نسموها باب اللومة لو كانت كتلة نامية مثل الإصبع كيف ما قلت تلكم من السطح الداخلي اللي طالع منها واللي يكون البيطانة متاعها إي بيثيليوم كذلك جلدنا يا ديكاترا جلدنا السكن عندها طبقة الإي بي ديرمز اللي هي ستراتيفايد سكويماس إي بيثيليوم مرات يطلع منها ورم حميد يشبه الإصبع يشبه البابلة فيسمى الورم الحميد هذا بابلة وأوما باب اللومة تمام؟ فمثلا لأن الجلد يغطي فيه ستراتيفايد سكواموس إي بيثيليوم يطلع منه ورم حميد اسمه سكواموس سيل باب اللومة اليوريني ريتراكت المجرى البولي مبطن له الترانزيشونال إي بيثيليوم فتطلع منه مرات ورم حميد نسموها ترانزيشونال سيل باب اللومة وهكذا أما الورم الحميد لما يطلع من الغدد مثلا ورم حميد يطلع من البتويتري جلانت أو ورم حميد يطلع من الثيرويد جلانت أو ورم حميد يطلع من البارافيرويد جلانت أو ورم حميد يطلع من البانكرياس هذين كلهن أعضاء عبارة عن غدد والغدد يتكون من أنسجة طلائية الغدد لما يطلع منهن ورم حميد ما نقعدش نسمو فيه بناء على شكله إنه هو كيف الإصبع أو لا بل نسموا فيه بناءاً على أصله إنه طالع من غدة تمام؟ فنستعملولا كلمة أدينو ومعها أوما لأن كلمة أدينو معناها غدة فالورم الحميد اللي يطلع من الغدت يسمى أدينوما ليس لأن كلمة أدينو تشير إلى شكل الورم بل لأن كلمة أدينو تشير إلى أصل الورم إنه هو جاي من غدت فمثلاً الثايرويد إجلاند لما يطلع منها ورم نسموه ثايرويد أدينوما بتويتري جلاند بتويتري أدينوما البانكرياس بنكرياتيك أدينوما وهكذا هذين الأورام الحميدة لما يطلع من غدت عندي بعض الاستثناءات المميزة زي الكيدني الكيدني الأنابيب امتعاتها البيطانة امتعاتها إبيثيليم وكذلك خلايا الليفر الليفر بروحه يعتبر غدة والخلايا امتعاتها يعتبر إبيثيليم فالليفر والكيدني حتى هنا يطلع عندهم أورام حميدة نسمو فيهن أدينوما النسيج الطلائي يا ديكاترا متى ما ينقلب من حميد إلى خبيث أو يقعد خبيث أصلا من البداية سميه بنفس الطريقة بالضبط استعمل كلمة بابلة أو كلمة أدينو نستعمل نفس القاعدة ولكن ننظيف بدل من كلمة أومى ننظيف كارسينوما فالكارسينوما يا ديكاترا هي المصطلح المستعمل المستعمل ليوصف النسيج الطلائي لما يطلع منها سرطان خبيث السرطان الخبيث من الأنسيج الطلائية دائما يسمى كارسينوما تمام؟ فلما مثلا مثلا هاي الثيرويد ايجلاند يطلع منها سرطان خبيث شين حنسميه؟ أدينو كارسينوما أدينو لأنه طالع من غدة وكارسينوما لأن الغدة هذه نسيجها طلائي لما مثلا الجلد يطلع منها سرطان خبيث بدل مكان سكوام السل بابلومة حنقول عليه سكوام السل بابلي كارسينوما أو نقدر نقول سكوام السل كارسينوما طول أصلا ونسكت تمام؟ إذا كان السرطان الخبيث هذا ما زال يشبه النسيج الأصلي اللي جاء منا في الخصائص تحت المايكروسكوب يقال عليه ديفرنشييتد إذا بدأ يختلف عن النسيج الأصلي اللي طالع منا في الخصائص تحت المايكروسكوب ينقول عليه نون ديفرنشييتد أو نقول عليه آنابلاستيك تمام؟ بس هذه حدها هذا بالنسبة للقواعد المهمة في تسمية الأورام اللي يطلع من الأنسجة الطلائية بالنسبة للأورام اللي يطلع من الأنسجة غير الطلائية من الأنسجة المزنكايمة يعني بالنسبة للورم الحميد البيناين ناخذ اسم النسيج اللي يطلع مننا الورم نضيفه عليه كلمة أومة مثلا الورم الحميد من الفيبرستيشو يسمى فيبرومة الورم الحميد من الأنسجة الدهنية الأديبوز اللي يحتوى على لبد دهون نستعملون لهم كلمة لبد ليبو وأومة ليبومة تمام؟ نعدوا مثلا للبون البون الخلايا متاعتها أستيوسايت وأستيوبلاست فلما يطلع مننا ورم يسمى أستيومة أومة أستيومة تمام؟ الكارتلج الخلايا متاعتها كوندروسايتو كوندروبلاست فلما يطلع مننا ورم نستعملوا كلمة كوندرو ومعاها أومة كوندرومة تمام؟ خلايا العضلات الهيكلية يا ديكاترا خلايا سترييتد ولا لا؟ عندهم سترييشنز جوه كلمة سترييتد نشير إليها بكلمة رابدو وعضلة مايو والكتلة أومة فالورم الحميد اللي يطلع من العضلات الهيكلية أو عضلة القلب اللي هنا عضلات مخططة نشير إليه باسمة رابدو مايوما تمام؟ أما السموث مصلز العضلات الملساء كلمة سموث نشير إليها بليو وعضلة مايو وكتلة أومة فالورم الحميد اللي يطلع من السموث مصلز ليو مايوما تمام؟ فلاحظتوا أنتوا أن هذين كلهن أورام حميدة فيبروما من الفيبرستيشو ليبوما من النسيج الدهني استيوما من العظم كوندروما من الغضروف ليو مايوما من السموث مصلز رابدو مايوما من السكليتال مصل أو القلب يعني تمام؟ هذين كلهن أورام حميدة لما يقعد الورم الحميد هذا خبيث حول كلمة أومة حط لي كلمة ساركوما ساركوما فالساركوما يا ديكاترا هي السرطان الخبيث اللي يطلع من الأنسجة غير الطلائية أما الكارسينوما هي السرطان الخبيث اللي يطلع من نسيج طلائي يا ديكاترا تمام؟ خلاص هذه هي بالنسبة للتفصيلة الوحيدة اللي فاضلة أن الأنسجة غير الطلائية لو الورم الخبيث امتاحن كان دفرنشييتد زي ما قلنا يعني ما زال يشبه النسيج الأصلي في الخصائص وفي الوظيفة معناها نسموه بالقاعدة اللي قلنا عليها خوذ اسم النسيج ضيف عليه كلمة ساركوما ولكن إذا السرطان اللي طالع من الأنسجة غير الطلائية من الأنسجة المزينكايمل بدأ يختلف في الخصائص عن النسيج الأصلي تحت المايكروسكوب نبدأ توا نسمي فيه بناء على شكل الخلايا بس بناء على شكل الخلايا اللي قاعد نشوف فيهن في الكنسر معلومة مش مهمة هذه ما الدققش عليها بس آهو قلتها الكم من باب الاحتياط نعدوا اللي بعدها شوفوا يا ذكاترا نحن قلنا أن أغلب الأنسج أغلب السرطانات والأورام اللي يطلعن في جسمنا يا يطلعن من نسيج طلائي يا يطلعن من نسيج غير طلائي تمام يعني الأدينومة بيورلي طالعة من نسيج طلائي الفيبرومة بيورلي الليبومة بيورلي طالعة من المزينكايمل تيشو تمام لكن فيه أورام يخالفن القاعدة هذه ويقعدن مخلطات الأورام هذننا ما بين إيبيثيليل وما بين مزينكايمل الأورام هذننا يسمو فيهن ميكسد تيومر زي دكاترا يكون فيهن نسيج طلائي ونسيج مزينكايمل في نفس الوقت وعندي ثلاث أمثلة مهمة جدا لازم تعرفوهن على الأورام الميكسد هذننا لأن دي ما يسألوا عليهن وحيقبلن بعدين في المنهج تمام أكثر الأورام اللي يطلعن عند الأنثى في البرست ورم اسمه عنده نسيج مزينكايمل فيبرستيشو وعنده نسيج غددي طلائي طالع من خلايا الغدد دمتاعات البرست تمام السليفري جلانس يا دكاترا الغدد اللعبية لما نخشو نحكو عليهم في الجي اي تي إن شاء الله حنقوله أن أكثر ورم حميد يطلع فيهن ورم اسمه بليومورفك أدينوما سمي أدينوما لأنه يطلع من الغدد اللعبية ويطلع من النسيج الطلائيين تاعة الغدد اللعبية مشكلة الورم هذا أو ميستة يعني إنه يطلع فيه شوية غذروف شوية كارتلج والغذروف هذا نسيج ميزينكايمل هذا هو ليش الورم هذا يعتبر ميكسيد تيومر لأنه هيحتوي على نسيج طلائي ونسيج ميزينكايمل في نفس الوقت فهذا هو ليش سموه عديد المناظر بولي مورفولوجي أو اختصروها بليومورفك أدينوما أوفذي سليفري جلاند تمام كذلك في واحد من الأورام الإمبريونال يطلع من النسيج الإمبريوني امتاع الكدني في الأطفال اسمه ولمزتيومر أو اسمه الآخر نفرو بلاستوما حنحكو عليه بعدين حتى هو هيحتوي على أنسيجة طلائية وميزينكايمل مع بعضهم في نفس الوقت وهذه الميزة اللي تميز العائلة هذه اللي اسمها ميكسيد تيومر يا ديكاترا في عائلة أو ورم يعتبر يعني غريب جدا في تركيبتها أغرب من الميكسيد تيومر شن هو شوفوا يا ديكاترا هذا جسم الإنسان ولا لا جسم الإنسان بكافة أعضاءه وخلاياه وأنسجته وبنته بالكامل عظامه وعضلاته والنسيج العصبي عنده والجلد عنده والقلب عنده الجسم متاع الإنسان كله 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 عالي بعضه جاء من ثلاث طبقات جنينية طبقة اسمها اكتودرم وطبقة اسمها ميزودرم وطبقة اسمها اندودرم الطبقات الجنينية الثلاثة هذيننا المفترضي كونا جسم الطفل أو جسم الإنسان وبعدين خلاص يحولن الطبقات الجنينية هذيننا ويبدن أعضاء الإنسان في النمو والتكثر بشكل طبيعي لكن مرات الطبقات التلاثة الجنينية هذيننا تفضل منهم كتلة صغيرة متحولش من جسم الإنسان والكتلة هذه بعدين تطلع ورم في جسم الإنسان اسم الورم هاذا تيراتوما الورم هاذا الورم هاذا المميز اللي اسمه تيراتوما يكون جاي من الطبقات الجنينية الثلاثة اللي عندهن القدرة أن يعطن جسم الإنسان بالكامل وبالتالي الورم هذا لما تبحث فيه في الكتلة متاعها حتلقى أي أنواع من الأنسجة ممكن يخطر على بالك يكون الموجودات في جسم الإنسان تلقى فيه جلد وتلقى فيه شعر وتلقى فيه سنون وتلقى فيه عظام وتلقى فيه مصل مرات وتلقى فيه كارتلج وبون لأن الورم هذا جاي من بقايا من الطبقات الجنينية الثلاثة اللي يقدر أن يعطن أي نسيج في جسم الإنسان فالكتلة الورمية هذه اتبان وكأنها كتلة متشوهة كتلة صاير فيها تيراتوجينيسيس تشوه هذا هو ليش سموها تيراتو اوما تيراتوما تمام هذن النوعين من الأورام نبيكم تعرفوهن وتركزوا عليهم اللي هن المكسد تيومرز وكذلك ورم التيراتوما انعدوا توه هكي كملنا الموضوع هذا النقطة الخامسة يا دكاترا تسمية الأورام وأصل الأورام وتركيب الأورام انعدوا توه لنقطة من أهم النقاط اللي ديما يسألوا عليها كامسكيو ويسألوا عليها حتى كشورت نوت المقارنة ما بين الأورام الحميدة والأورام الخبيثة وبعدها نبنعد نقارنوا ما بين الأورام الخبيثة اللي طلعت من الأنسجة المزينكايمل والأورام الخبيثة اللي يطلعن من الأنسجة الطلائية يعني نقارنوا ما بين الكارسينوما والساركوما أول حاجة نقارنوا ما بين الأورام الحميدة والخبيثة هذه نقطة ممكن جيكم شورت نوت كيف السلام عليك أمرا حنقارنوا مبيناتهم في طريقة النمو وامتاحا وانقارنوا مبيناتهم في منظرهم بالعين المجردة انقارنوا مبيناتهم في الخصائص تحت المايكروسكوب وانقارنوا مبيناتهم في انتشارهم من العضو اللي يكونن فيه إلى باقي أعضاء الجسم بالنسبة للمقارنة ما بين الأورام الحميدة والخبيثة من ناحية النمو حنقارنوا مبيناتهم في سرعة النمو وفي طريقة النمو الورم الحميد سمي حميد لأنه ينمو ببطء أما الورم الخبيث سمي خبيثاً لأنه ينمو بسرعة ويتكاثر بسرعة الورم الحميد لما ينمو عند طريقة مختلفة للنمو إذا كان هو قاعد جوة في السنتر متاع أي أورغان تختلف عن ما إذا كان الورم الحميد طالع على سطح أورغان من أعضاء جسمنا ونفس الشيء بالنسبة للورم الخبيث فعلشان نقارنوا مابيناتاً في طريقة النمو تعالوا بنوريكم الرسمة هتوريكم البيناين تيومر الورم الحميد والماليجن تيومر الورم الخبيث كيف كل واحد فيهن ينمو إذا كانن هن الاثنين طالعات في السنتر متاع أي عضو من أعضاء جسمنا أو إذا كانن طالعات على سطح من أسطح أعضاء جسمنا تمام؟ الورم الحميد يا ديكاترا لما يطلع في السنتر متاع أي أورغان الورم هذا يكبر ويتوسع بانتظام في جميع الاتجاهات يتوسع بانتظام في جميع الاتجاهات حرفياً كأنك جايب دائرة وقاعد تكبر فيها وتكبر في القطر متاحها بتساوي في جميع الاتجاهات الطريقة متاع التوسع هذه اسمها إكسبانشن اسمها شنو؟ إكسبانشن يا ديكاترا وهذه هي الطريقة اللي ينمو بها الورم الحميد في جسمنا من جو أما الورم الخبيث لما يطلع في أي عضو من أعضاء جسمنا جو يقعد يتشعب ويتجذر في العضو هذا كأنه جذع شجرة قاعدة تتشعب وتتجذر في التربة تمام؟ فالطريقة هذه يسمو فيها انفلتريشن يسمو فيها انفلتريشن وهذه هي الطريقة اللي ينمو بها الورم الخبيث لما يكون طالع غائص في واحد من أعضاء جسمنا من جو بكل الشي اللي هيصير توا بسبب طريقة النمو هذه ان الورم الحميد الحدود امتعتها يكون واضحات جدا حتى الجراح لما يفتح على جسم الإنسان ويبيقص الورم الحميد بسبب ان الورم الحميد ما يتشعبش ما يتجذرش بل يتوسع في انتظام في جميع الاتجاهات بسبب الشي هذا الورم الحميد يكون لحدود امتعتها واضحات well defined يعني الحدود امتعتها واضحاته بشكل جيد فسهل عليك حتى انك تقصه وتستأصله تمام اما الورم الخبيث بسبب انه هو يتجذر بالمنظر هذا حدوده ما تقدرش انك تحددهن بشكل واضح فتضطر في الورم الخبيث انك تقص جزء كبير من العضو ما خافت انه يكون الكانسر ما قصيتش كويس لان الحدود امتعتها مش واضحات بسبب انه هو يعني شنو يتجذر تجذر ما يتوسعش بانتظام في جميع الاتجاهات هذا بالنسبة لطريقة نموهن على في السنتر متاعية اورغان من اعضاء جسمنا على السطح كيف يديران السراطانة هذه النا على السطح الورم الحميد يأما يطلع عنده عنق تربطه بالسطح اللي طالع منه يأما يطلع مباشرة لاصق في سطح العضو بدون عنق تمام لما يكون الورم الحميد عنده عنق تربطه بسطح العضو اللي طالع منه يسمى الورم الحميد هنا انه هو بيدانكوليتد يقال عليه انه هو بيدانكوليتد لكن لما ما يكونش عند الورم الحميد عنق يربطه بسطح العضو اللي طالع منه وقتها ينقال عليه انه هو سسايل تمام هذا طلق نمو الورم الحميد على سطح العضو من برا أما الورم الخبيث لما ينمو على سطح أي عضو من أعضاء جسمنا عنده ثلاث أشكال مختلفة يمتلكهن حنعاود ونكرروهن الأشكال الثلاثة هذين في أي سرطان خبيث نحكو عليه في السيستامك حنقوله أن منظر السرطان الخبيث بالعين المجردة يكون كذا أو كذا أو كذا فانتبهولهن من توى علشان بعدين يسهلا علينا تخيلوا أن هذا سطح من أعضاء جسمنا طلع منا سرطان خبيث السرطان الخبيث لما يطلع من السطح هذا مرات يطلع كأنه فطر كأنه فانغس قاعد يبرز من السطح هذا فينقال عليه أنه هو فانغايتينج بوليبويد شن معناه فانغايتينج بوليبويد يعني كأنه كتلة فطرية قاعدة تنمو وتبرز من هذا السطح تمام يأما أن السرطان الخبيث ما يبرزش فوق من مستوى سطح العضو اللي يطلع منه ولكن يبدأ يغوص في العضو هذا من فوق بدءا من السطح متاعه يغوص فيه يدير فيه infiltration فيسمى وقتها السرطان الخبيث أنه هو infiltrative يأما وحنقولوها بعدين ليش هذه يأما مش هذا السطح متاع عضو من أعضاء جسمنا وطلع فيه سرطان خبيث يبدأ خلايا السرطان الخبيث هذين يتاكل ويموتا يتاكل ويموتا فيديرا منظر كأنه ألصر كأنه قرحة على سطح العضو هذا تمام ولذلك السرطان الخبيثة منظرهم على أسطح أعضاء جسمنا يأما infiltrative يأما fungating polypoid يأما ulcerative تمام هذا بالنسبة لطريقة نمو الأورام الحميدة على سطح أي عضو من أعضاء جسمنا وطريقة نمو الأورام الخبيثة fungating polypoid أو ulcerative أو infiltrative على أي سطح من أسطح أعضاء جسمنا تمام؟ 100% الحاجة المهمة جدا واللي لازم تعرفوها يا ديكاترا إنه في الأساس من البداية بكل الأورام الحميدة سميت حميدة لأن الأورام الحميدة ما يقدرنش ينتشرا من عضو إلى آخر يعني لو مثلا الثيرويد جلاند طلع فيها ورم حميد الورم هذا مستحيل ينتشر للبرين مستحيل ينتشر لللنغ مستحيل ينتشر للليفر الانتشار متاع السرطانات يسمو فيه ميتاستيس الانتشار هذا غير موجود لدى الأورام الحميدة فيشكلا في خطورة أقل علينا على العاكس لما الثيرويد جلاند يطلع منها ورم ماليجننت ورم خبيث الورم الخبيث لما يطلع من الثيرويد جلاند يقدر ينتشر للدماغ ويدمره يقدر ينتشر للريئتين ويدمرهن تمام؟ فلذلك سمي الورم الخبيث خبيثا لأنه يقدر ينتشر ويدمر أعضاء أخرى فالميتاستيسيس موجود في الأورام الخبيثة مش موجود في الأورام الحميدة فالمهم يا ذكاتر وحدة من أهم النقاط اللي لازم تكونوا عارفينهن أن الأورام الحميدة ما ينتشرنش ما يديرنش ميتاستيسيس والأورام الخبيثة ينتشرن ويديرن في ميتاستيسيس إلا مجموعة من الأورام الخبيثة هنقولوا عليهم بعدين خبيثة لكن ما ينتشرنش هذين استثناءات بسيطة لكن القاعدة العامة إن السراطانات الخبيثة يقدر ينتشرن يديرن ميتاستيسيس والحميدة ما يقدرنش ينتشرن ما يديرنش في ميتاستيسيس وحدة من الحاجات المساعدة على الموضوع هذا حاجة هنلقوها في العين المجردة في أغلب الأورام الحميدة واللي هي الكابسولة أغلب الأورام الحميدة يا دكاتر لما انبحثوا فيهن شوفوا يا دكاتر بالعين المجردة بالعين المجردة لما ناخذوا أي ورم ونقصوه كيف يدلعك ونبحثوا فيه إذا كان الورم هذا حميد حنلقى أنه فيه كابسولة تحيط بالورم الحميد من بره فيه ألياف يغطن الورم الحميد من بره أما الورم الخبيث لا يمتلك كابسولة تحيط به تمام فلما نقول لك أن الورم الحميد محاصر بكابسولة معناها أكيدها مش هيقدر ينتشر مش هيقدر أن الخلايا أمتعت الورم يطلع من مكانهن اللي قاعدت فيه لأنه فيه كابسولة تحاصر فيهن في المكان هذا على عكس خلايا منو على عكس خلايا السرطان الخبيث يقدر أن ينتشر لأنه ما فيش كابسولة تحيط بهن لكن فيه استثناءات لقاعدة هذه فيه أورام حميدة ما عندهنش كابسولة زي الورم الحميد اللي يطلع من الأنسجة المغلفة أو المبطنة لأماكن معينة في جسمنا الورم الببلوما الورم اللي يطلع من الاسموث مصل الليوميوما الورم اللي يطلع من الأوعية الدموية الحميدة هيمنجيوما والورم اللي يطلع من الأوعية الدموية من يطلع الورم الحميد اللي يطلع من الأوعية اللمفاوية اسماه لمفانجيوما والشامة اللي هي نيفس أو جمعها نيفاي هذين استثناءات لأورام حميدة لكن ما عندهنش كابسولة هذين كلهم استثناءات لأورام حميدة ما عندهنش كابسولة راه ويسأل عليهم ويركز عليهم ديما في الامتحان دكتور أحمد بن حسونة اللي يحط في أسئلة النيوبليجيا الحاجة اللي أخرى يا دكاترا قاعدة ثابتة خلوها عندكم قاعدة ثابتة مية في المية هذا ورم خبيث تمام هذا ورم خبيث أو خلينا نقوله ورم حميد الورم الحميد يا دكاترا الأوعية الدموية اللي حيتكون فيه بشي غذننا بالدم ويعطننا التغذية اللي يعيش بيها حيكون الأوعية متينة وقاصية وما يضطر بقنش على عكس الأوعية الدموية متاعة الورم الخبيث الماليق ننت تيومرس أو عيتهن الدموية هشة ويتدشش بسرعة فالوعاء الدموي متاع السرطان الخبيث في أي لحظة يضطربك ويبدأ يصير فيه نزيف داخل السرطان الخبيث تمام الدم اللي حينزف في المكان هذا كان دم المفترض يمشي للخلايا الأخرى متاعة السرطان ويغذيهن فلما الدم هذا ينزف هنا توا معناها الخلايا البعيدة اللي في السرطان هذنا حيصير لها إسكيميا وماش حيحصل لها بلد صبلاي ويموتا يصير لها نيكروسس الكلام هذا كله حيصير لأن السرطان الخبيث الأوعية الدموية متاعاته يكون ضعيفة لكن الورم الحميد الأوعية الدموية متاعاته يكون صلبة ومتينة وقاسية تمام لذلك يا دكات رح نقوله بعدين أن الأوعية الدموية اللي متكونات في شبكة السترومة عند الورم الحميد يكون الأوعية متكونات بطريقة ممتازة وأوعية متينة وسترومة متينة أما السترومة متاع السرطان الخبيث اللي فيها الأوعية الدموية اللي غذن السرطان هذا تكون ضعيفة وهشة وتتدشش بصرعة وتتطربك بصرعة ولذلك الورم الخبيث مرات نلقى فيه مناطق صيرلهم هيموريج ومناطق انقطاع عليهم للبلد صبلاي فصارلهم نيكروسس لكن الجملة هذه مستحيلة أنك تلقاها في الورم الحميد الورم الحميد مستحيلة نلقى فيه هيموريج ونيكروسس لكن الورم الخبيث أو السرطان الخبيث أكيدا نقدر نلقى فيه هيموريج ونيكروسس الورم الحميد يصيرا فيه عرم حاجات أخرى زي أنه يتكلسف أو يتحول إلى بون أو يتحول إلى كيس مليان بسائل عادي لكن مستحيلة الورم الحميد تلقى فيه هيموريج ونيكروسس الورم الخبيث هو اللي تلقى فيه هيموريج ونيكروسس وتوى قلناها ليش تمام؟ آخر مقارنة مهمة جدا برضو ما بين الورم الحميد وما بين الورم الخبيث الخصائص تحت المايكروسكوب الورم الحميد يا تكاترا سمي حميدا لأنه ما زال يشبه النسيج الأصلي اللي جاء منه تماما لما نجي نبحث في الورم الحميد تحت المايكروسكوب حنلقى خلاياه في خصائصهم تحت المايكروسكوب ما زالا يشبه النسيج الأصلي اللي جاء منه الورم تماما يعني لما نعدي نبحث للثيرويد إيجلاند هذه الثيرويد إيجلاند تمام طلع لي منها ورم حميد نعدي ناخذ عينة من الورم الحميد هذا ونأخذ عينة من الثيرويد جلاند ونفحصهم تحت المايكروسكوب نلقاها نيشبها بعضهم تحت المايكروسكوب ما زال ما صارش فيه اختلافات مبيناتهم في المنظر تحت المايكروسكوب هذا اللي يميز الورم الحميد تمام؟ إنه في التشابه مع النسيج الأصلي اللي جاء منا ما زال متشابه قطبية الخلايا السلبولارتي يعني ترتيب الخلايا من فوق لعند لوطة أو ترتيب العضيات داخل الخلايا شكل الخلايا شكل النواة في الورم الحميد كلهم يكون النورمل ونفس ما تلقاهن في النسيج الأصلي اللي جاي منا الورم تماما على عكس الورم الخبيث الورم الخبيث يبدأ الخلايا متعاتها تحت المايكروسكوب يصير فيهن خصائص الدسبليجيا أرجع لي كورس الأدابتيشن تذكروا في كورس الأدابتيشن قبل ما أي نسيج من أنسج جسمنا قبل ما يطلع فيه سرطان خبيث حيكون النسيج هذا صار فيه دسبليجيا مش قلنا أن الدسبليجيا يصير فيها تعدد لأشكال الأنوية وتقعد النواة داكنا هيبر كروماتيك وتقعد النواة حجمها كبير فالنسبة ما بين حجم النواة وحجم الصيتوب لازم تزيد قطبية الخلايا نخسرها والأشكال متعات الخلايا يقعد أن مختلفات بليومورفزم الكلام متاع الدسبليجيا هو اللي حتلقاه تحت المايكروسكوب صاير في السرطان الخبيث الماليجننت تمام؟ ففي الخصائص تحت المايكروسكوب فالمهم يدكاتره زي ما قلت تلكم تحت المايكروسكوب الكلام اللي قلناه على الدسبليجيا في كورس الأدابتيشن حنعودوه نكرروه توا كله ونقولوه أنه نحن حنلقوه في خلايا السرطانات الخبيثة تحت المايكروسكوب المقارنة هذه مهمة جدا أرجع لموضوع الدسبليجيا في كورس الأدابتيشن وأقروه من جديد كويس لأن موضوع الدسبليجيا مهم جدا بالنسبة لنا في السرطانات الخبيثة هنا تمام نوقفوا الفيديو هذا عندنا دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله